أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية ممتدة وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهم وللقارة الأفريقية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالية ماكيشال أشهر رئيس السيسي إلا أنه بحث مع رئيس السنغالية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وفيما يتصل بمشاوراتنا اليوم فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي ترجمة نانسي قنقر